أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي على أن الجالية المصرية في فرنسا جالية مهمة ومؤترة وكانت الوزيرة وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس المحطة السادسة والأخيرة ضمن جولتها الخارجية والتي تضمنت عددا من المدن العربية والأوروبية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتعتزم وزيرة الهجرة عقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية في باريس كما من المقرر أن تستعرض الوزيرة آخر تطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج فضلا عن أبرز المحافزات الاستثمارية التي أتحتها دولة المصرية لتشجيع المستثمرين كذلك عقد لقاء مع السادة مسؤولي إدارة الهجرة في الحكومة الفرنسية لبحث التعاون المشترك ترجمة نانسي قنقر